الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجزوا الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة باستمرار العمل على برامجها لدعم ذوي الهمم جاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال احتفالية قادرون باختلاف في نسختها الخامسة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية كما وجه رئيس السيسي بتخصيص عشرة مليارات جنيه لصندوق قادرون باختلاف كتمويل إضافي وحول الأوضاع في قطاع غزة شدد رئيس السيسي على حرص مصر على التخفيف عن أشقائنا في قطاع غزة في ظل الأزمة الراهنة وأضاف الرئيس السيسي أن مصر حرصت منذ اليوم الأول للعدوان على غزة أن يكون معبر رفح منفذا لدخول المساعدات معربا عن أمله في التوصل إلى هدنة في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة وتقديم إغاثة حقيقية لأهالي القطاع وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال استهدفت مناطق بدير البلح وخان يونس ورفح ومدينة غزة مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي وإصابة سبع آخرين بجروح خطيرة في معارك بحي الزيتون ومدينة خان يونس بقطاع غزة كما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية وفاة جنديين من أصل الثلاثين أصيبوا بفطريات سمة خلال الحرب على غزة تستضيف موسكو اليوم اجتماعا يضم ممثلين عن الفصائل الفلسطينية ومن جانبه أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض الملكي أن حماس تدرك ضرورة تشكيل حكومة تكنقرات في الأراضي الفلسطينية بدلا من ائتلاف يضم الحركة مشيرا إلى أن الوقت لم يحن بعد لتشكيل حكومة تكون حماس جزءا منها لأنه ستتم مقاطعتها أقر وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وعضو مجلس الحرب يواف جالانت بأن الأثمان التي يتكبدها جيش الاحتلال في أعداد القتلى والجرحة باهظة وشدد جالاند خلال مؤتمر صحفي على الحاجة لتنديد خدمة العسكريين وتنديد خدمة جنود الاحتياط مشيرا إلى أن إسرائيل لم تشهد مثل هذه الحرب منذ 75 عاما أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروة أن ما يجري من منع للمساعدات في قطاع غزة خطير وغير مفهوم وخرق للقانون الإنساني الدولي وطرب المستشار الإعلامي للأنروة إسرائيل بفتح المعابر والإسرائيلي في عمليات التفتيش مشيرا إلى أن ما يشهده القطاع وصل إلى حد الكارثة خاصة في شمال قطاع غزة قالت وسائل إعلام رسمية سورية أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لغارات إسرائيلية في محيط العاصمة السورية دمشق وأضحت مصادر سورية أن صواريخ إسرائيلية استهدفت مواقع تتمركز فيها فصائل مسلحة في ريف دمشق أشارت المصادر إلى أن أربع انفجارات عنيفة دوت في منطقة السيدة زينب وبساتين ببيلا في ريف دمشق ناجمة عن استهداف موقعين في المنطقة أقب خدوع الرئيس الأمريكي لفحص طبي سنوي أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يحتاج إلى إجراء تقييم لفحص قدراته العقلية بحسب تقرير طبيبه الخاص وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير أن بايدن يخضع يوميا لتقييمات معرفية وكان الرئيس الأمريكي قد أكد أن الأطباء لم يكشفوا عن أي اختلاف عن نتائج الفحصات التي جرت العام الماضي عندما نشرت نتيجة موجزة مفادها أنه يتمتع بصحة جيدة ويمكنه العمل في منصبه على أكمل وجه ترجمة نانسي قنقرات ترجمة نانسي قنقرات